موسيقى اهلا بيكو في حلقة جديدة من قناتكو وحلقة جديدة من حلقات لعبة فروست بورن اللعبة اللي ابتدى ناس كتير تلعبها معنا. يا ليت قبل ما يبتدي الحلقة كده دايما بفكركم اي حد مش دايس على زرائي السابسكرايب ومش بفعل زرائي الجازي فعلهم عشان يستنى الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله. النهاردة هنجاوب على حبة اسئلة جاتلنا عن فروست بورن. فروست بورن طبعا اللعبة بتادي تنتشر والناس معجبة فكرة اللعبة مع الاصدقاء وموضوع الكلان وموضوع الفاميلي. آآ فالناس بتادي تلعبها اكتر. النهاردة هنتكلم اكتر عن موضوع التبرع بالاسلحة. آآ في ناس كتير عايزة تفتح شخصيات اكتر. احنا شفنا في الفيديو اللي فات آآ قلنا الطريقة ازاي ووراناكم الطريقة ازاي ولكن النهاردة احنا هنشوف حاجة تانية آآ او اسهل طريقة للتبرع زي ما احنا شايفين الشخصيات لسه كتير وكل الشخصيات يمكن فيها تبرع. لازم نبرع بنقاط معينة. آآ عشان نقدر نوصل او نفتح الشخصية. يمكن آآ اغلب المهمات بتبقى موجودة ونقدر نبص على القدرات بتاعت كل الشخصية. طبعا الاحسن لكل او كل عائلة ان يبقى تبقى متنوعة ما يبقوش آآ كلهم نفس النوع. آآ دلوقتي احنا مركزين في ان احنا نفتح الناس كلها بتقول عليه ان هو الشخصية خوية جدا فاحنا هنحاول نفتحه. زي ما اتشايفين اللي هي اول واحدة احنا زيرو. احنا ما عملناش اي حاجة فيه. طبعا آآ نقدر تنعمل اسلحة ونروح نتبرع بها ولكن آآ الاسلحة مكلفة. والاسلحة آآ احسن نستخدمها آآ حتى لو مش في الكلاس ده نقدر نستخدمه في كلاس تاني. اللي هنقدر نتبرع بينه هاردة هو ارخص حاجة هي الهادية والقبعة اللي هي البسيطة جدا زي ما نشايفين هي آآ بتتعامل بحبل ويبقوا واحدة من شاب وباتنين من القماش العادي ده. آآ زي ما اتشايفين كده احنا عملنا تمانية آآ الثمانية دول كل واحدة منهم بتدي نقطتين. هم رخاص والحاجات موجودة وسهل ان احنا نقدر ننامي كميات كبيرة منه فنقدر نروح آآ نعمل آآ منهم كمية ونروح نتبرع بيه. تاني حاجة هنبص عليها السترومج بيك اكس والسترومج هاتشت. الاتنين دول آآ على ما اتتذكر الواحدة بتديك من خمسة وعشرين لتلاتين نقطة. فانتم تخيلين احنا لو عملنا منه يعني دول غاليين شوية طبعا لانه بيكلفوا مصامير وبيكلفوا خديد وبيكلفوا آآ خشب آآ الاسلحة عمتا زي ما نشوفين كده الاسلحة غالية. يعني الاسلحة عشان آآ تعمل مسلا سلحة زي ده وتروح تبرع بيه اه هيديك نقطة اكتر ولكن آآ غالية. الفكرة دايما في الهاد دي او القبعة السهلة دي انها رخيصة. آآ انا بل قدر عمي امارة بتاعتها كتير من حيطة اللي ما فيهاش بي في بي زي الغابتين اللي جنبنا الجنب الكم بتاعنا. بنقدر نروح ننمهم من غير ما نبقى خايفين ان حد هي جمع علينا او ان احنا نخسر آآ بسلاحة عادي ممكن نعمل اللي اللي هو بيتعمل بطوب وخشب عادي ده. آآ ده كده آآ عبد الرحمن ومصطفى بيهجموا هناك. آآ في قدن يمكن احنا معرضناش قدن قدن يمكن من اصعب الاماكن اللي موجودة ولكن خلونا نبقى نعمله ان شاء الله في فيديو تاني. هنخش طبعا زي ما احنا متعودين او زي ما شفنا في الفيديو اللي فات هنخش على هيودينا الى مقاطعة من المقاطعات المشهورة هي دي اللي نقدر نتبرع فيها بالاسلحة. آآ وهنشوف التبرع آآ احنا قلنا هنعمل الفاير ميج. آآ اللي هو الساحر بتاع النار وهنشوف آآ التبرع هيبقى ازاي او هنعمل ايه بالتبرع. هنروح عند القدر ده اللي موجود. تمام? آآ ودي لازم نختار طبعا الكلاس فهندوس على الكلاسز اللي موجودة. آآ هنشوف بس هنا الاول آآ احنا قررنا الفاير ميج اهو. ودي اهو آآ لسه ما تعليم نهوش مكتوبة هنخش على الكلاسز والنقي طبعا احنا نقدر نقي الحاجات اللي احنا فتحينهم دول نعملهم لمستوى اتنين. تمام? او آآ نختار شخصية احنا ما فتحناها ونبتدي ننفذ الحاجات بتاعتها ويمكن اهو مكتوب آآ آآ زيرو من مية وخمسين. ده المية وخمسين نقطة اللي احنا عايزين لهم وهو الكلاسي بتاديد حط. ده اهو بيدينا خمسة وعشرين نقطة. الهاتشت ده بيدينا احطاشر لان ده اه مش متانته ومش واحدة ده بيدينا ستاشر بعض عشر متانته مش كاملة ولكن ده الواحده بيدينا خمسة وعشرين. آآ ناخد بالنا هنا خمسة وعشرين وستاشر على حسب المتانة بتاعت السلاح. وده برضو في الاستحال العادية. آآ نحط بقى الثمانية الهادس اللي معنا دول هيدونا ستاشر نقطة. عندو زلونيت ادانو ستاشر نقطة. تمانية بدينا ستاشر نقطة. ويمكن ما كلفوناش حاجة يعني يكلفونا في الاول وفي الاخر تمانية حبل وتمانية آآ الاعشاب وستاشر واحدة من القماش العادي. ده كمان نقدر نحطه دينا الخمسة وعشرين نقطة فنوصل لواحد واربعين يعني تقريبا عدينا آآ وصلنا لحد تقريبا الاقلم التالت بشوية ولكن اقصد ان احنا احنا ما عاناش اي حاجة طبعا ده مش سلاحه فما يقدرش آآ يديله ده ممكن آآ يستخدمه فهي هيزودنا شوية ولكن يستحسن ان احنا نوفر الاسلحة دي لاستخدامها معانا ونستخدم الهاتس والكلام ده آآ بيبقى اسهل واسهل في التجميع. ودي يمكن اسهل طريقة للتجميع وارخص طريقة لتجميع النقط. نخش على السؤال التاني اللي احنا عايزين آآ نجاوبه النهاردة وهو او عايزين نعرضه النهاردة. بالنسبة للناس اللي سألتنا على الناس اللي بتلم الخشب والطوب والاكل. زي ما نشايفين ده اللوج لما بنوس على ريسبي بيقول ان هتحط ليه اكل هينتج كل تسعة دقايق آآ واحدة من الخشب. آآ يعني كل آآ ساعة ونص هيعمل آآ هيبقى لم العشرة كل تسعين ديها هيلم عشرة يعني المكان كله هيتميليه في اتناشر ساعة. ده نفس القصة برضو بنحط له اكل فيبتدي ينتج آآ الطوب او الحجارة العادية. آآ ناخد بالنا هنا طبعا العلامة اللي تحت دي انا اقدر اغير اسم الراجل. يعني لو حد عايز سميه اي اسم. آآ هنا برضو نفس القصة آآ فروض. فروض ده انا كنت فاكره فوقات في الاول بس ماشي. آآ وبرضو ده نفس القصة ده بيجيب. ولكن ده هنا لما دوس على الرسبي هيبقى مية. هو بيطلب مية فينتج اللحمة. اللحمة العادية اللي هي بتقع من الحيوانات. فقدر انا اخدها اسويها وابتدي حطها للناس التانية فيبتدوا يجمعولي خشب ويبتدوا يجمعولي طول. آآ كل واحد معا تلات مباني. آآ يعني هنا اللوجو ستوريج هو ده ده المكان اللي بيبقى الراجل وقف في بيلم. واللوج راك واللمبر جاك بلوج دول بيزودوا الصورة عشرة في المية وبيزودوا المساح عشرة في المية. يعني الاول بيبقى مفتوح لي مربعين بس. الكل واحد منهم بيفتح لي مربع كمان عشان كده انا بنيهم في الخشب لان بحتاج خشب كتير عشان البونا والكلام ده. نفس القصة في الستون كاتر في المينار سايت وفي العربية دي انا عاملها ولكن البوكس آآ بتاع الستون ده مش موجود. الهانتر شاك برضو. وبعد ده بيحتاج آآ الخشب نفسه بتاع الموبل او القايقب. تمام? آآ فهي الفكرة كلها ان كل ما زودت له المباني زودت النقط يمكن خدنا بدنا من الراجل الهانتر ده ان هو آآ بيستهلك آآ مفتوح لمربعين بس مش اربعة. آآ فطبعا على حسب المباني اللي انت بتبنيه له بتبتديه بتساعده. آآ نبص على حاجة تانية برضو بالنسبة للناس اللي نتعلم على اللبس اللبس بتاعته او المتانة بتاعته هي اللي بتفرق. يعني هو الفرق هنا مسلا ده بتاعه خمسة. تمام? بس بتاعته مية واربعتاشة. لو نزلنا للي بعديها اللي هي دي هنلاقيها اللي هي المتانة بتاعته وسط مية تلاتة وتلاتين. آآ دي مسلا وسط مية وستين. فمش بس كمان الارمر بيعلى ولكن لا المتانة بتاع له. يعني ما تفتكروش ان احنا لأ طب انا ليه اعمل الغالي? انا اعمل الرخيص وخلاص. لأ هو انت بتعمل الغالي. اولا بيديك اللي موجودة دي. آآ لو انا مستخدم يعني ده مسلا بتاع المحارب. فلو انا مستخدم شخصية من المحاربين او بيديني قوة زيادة. آآ غير كده هو ما تنته اكتر فهو يستحمل ضرب اكتر فالموضوع يبقى احسن. آآ بس فدي برضو نقطة تانية بالنسبة للبس عشان برضو كان في حد تسأل اللبس ليه اعمل من اللبس الغالي بدم كده كده الارمر مش فارق كتير عن التاني. فهي بتفرق كلها في المتانة. آآ آخر حاجة هنشوفها معنا النهاردة هي طريقة البناء. عشان برضو جات لنا اسئلة كتير على طريقة البناء. آآ طريقة البناء يمكن آآ احنا هنا محددين بعدد معين من الببان. الببان مش مش البقية الحاجات. العلامات اللي تحت دي. آآ بتقول البناء هيتبني ازاي? يعني دي بيلفه حالين بعض. دول هيمشوا في الاتجاه ده. آآ كل واحنا هم نقف عليها هيقول لنا هنمشي ازاي. يعني لو مختار دي هيبتدي يبني هنا. بعد كده هيخش على على النقطة اللي بعدها دي مسلا هيبني اللي تحت. هيبتدي العددات تمشي تحت. دي هتمشي الفوق. آآ دي هتمشي الشمال. دي هتمشي يمين. فانا اختار المكان اللي انا هبني فيه. واشوف انا همشي ازاي. آآ الببان زي ما قلنا هو زي ما انتم شايفين كده هو سبعة وعشرين من سبعة وعشرين. انا ما اقدر ابني في المستوى اللي انا بتاعي ده هو سبعة وعشرين باب. فلو جيت ابني هنا هيقول لي لأ انتا ما عندكش ببان زيادة. آآ غير كده ما ينفعش حط بابين في نفس المربع الواحد. يعني انتم لو تاخدوا بالكم الببان مش قدام بعض. مش قدام بعض ليه? لان انا ما اقدرش ابني باب وقدامه باب النحية التانية. لازم ابني اه في حتة تانية. الحيطان اه مش فرقة. الحيطان انا كده كده اقدر ابنيها طبعا الحيطان اللي فيها شبابيه كان اقدر اضرب من جوه. آآ ولكن انا يعني مش شايف ان هي بقاليها لازم لو حد بيهجم علي انا هطلع اضربه على طول او هطلع حاول اوقفه قبل ما يكسر ويخش لي جوه لان هو برضو ما هو ممكن يبقى بيستخدم هو كمان آآ 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 الخمات اللي بيترفع بيها الموارد غالية جدا يعني انا مطلوب مني دلوقتي ان اه رفعت تلات حطام من دول محتاجين عشر الواح من القايقب. والواح القايقب اصلا الواح ده بيتعمل بتلاتة. فالشجر مش كتير. بالنسبة لنا دلوقتي يمكن فيه اماكن ممكن تبقى اكتر من كده. طبعا طبعا لسه بنبتدي احنا لسه لبلادنا لسه في الاول فاآ فيعني مش القايقب بتاعنا عندنا مش كتير. آآ ودي مكان كده احنا نقدر نعمل فيه شجر القرخب ولكن بتدينا شجرة واحدة بس. آآ دي كده كانت حبت معلومات وحبت اسئلة آآ جات لنا الفترة اللي فاتت عن البنى وعن آآ ازاي اسهل طريقة ببرة. آآ لو حد عنده اسئلة تانية عن فروست بورن يبعدها لنا ويكتبها لنا في التعليقات وان شاء الله نعمل لكم فيديو تاني نجاوب عليها. آآ ياريت كده امن ونقفل فيديو اي حد مش دايس على زرائل سبسكرايب ومش نفعل زرائل الجرس يفعلهم. واستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية احنا مقصدين ان فورست بورن نبتدع الناس تلعبها والناس متحميسة ليها آآ فبرضو نبتدي نعمل عنها فيديوهات اكتر واستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية مع قناتكم